موسيقى أهلا ومرحبا بكم مشاهدين الكرام في حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي منشية اقتصاد والذي يسلط فيه الضوء على أبرز القضايا الاقتصادية شاهدين الكرام مع التزايد المستمر لأهمية الدور الذي تلعبه شبكة الانترنت سواء على المستوى الشخصي أو المهني كان من الضروري أن يظهر مفهوم التداول الالكتروني في الأسواق المالية وهو عبارة عن إمكانية بيع وشراء الأوراق المالية ومشتقاتها إلكترونيا عبر شبكة المعلومات أو الانترنت عن طريق شركات استثمار المرخص لها للقيام بالتداول سواء في بيع أو الشراء مزيد من التفاصيل في شياق تغرير الزميل أشرف عجمي حالة الانتعاش وثقة التي تمر بها تعاملات برصة الكويت منذ بداية يناير الجاري يرجعها البعض من المراقبين إلى السيولة التي ضختها هيئة الاستثمار والركود المؤقت في السوق العقاري من بداية السنة أو خنقول من نهاية السنة كان في مؤشرات لارتفاع السيولة والنشاط السوق الحمد لله مع قرب علام النتائج طبعا متعودين كل سنة بداية السنة يكون مع قرب علام النتائج يكون فيه ارتفاع بس السنة الحمد لله شفنا قيمة تداول عالية عدد الأربعين مليون هذه ما شفنا صار يمكن من 2015 أو 2014 ما شفنا الشغلة هذه ترجع لدد الأسباب مجلس الأمة يديد وتفاعل الناس بالوجوه الشابة التي دشت واهتمام مجلس الأمة بالملف الاقتصادي زائت تقدر تضيف لها ركود العقار وندرة الفرص فيه وصلت حق السعار خلاص ما فيه فرص لهذا فالناس رجعت لسوق الكلية المالية خصوصا في سيولة كبيرة من صدقة أمريكانا بيعت أمريكانا وأثرها على البنوك فرح يأثرها حتر على سيولة أن توثر بالبنوك وعلى أرباح البنوك ثقة المتعاملين في أرباح الشركات عن العام المالي 2016 تعد أحد المحركات الرئيسية لأوامر الشراء والبيع وسط توقعات بأن تقوم العديد من المصارف المدرجة بتوزيعات مرضية على مساهمها عن طريق التداول الإلكتروني النظام سهل إضافة أوامر البيع والشراء سهل يوصل للخبر أول بول من غير ما يحتاج وسيط ولا يحتاج أن يتواجد داخل السوق سوق الكلية المالية فهذا عطى النظام أكثر مجال أنه تزيد عدد عملاء التداول الإلكتروني أوامر الشراء التي طالت العديد من الأسهم الصغيرة التي تتراوح أسعارها بين الخمسين والمائة فلس ساهمت في تعزيز مكاسب المؤشر السعري فوق حاجز الستة آلاف نقطة أهلا ومرحبا بكم مشاهدين الكرام مرة أخرى حول هذا الموضوع يسعدنا أن نستضيف معنا في الستيديو والأستاذة حصة الحسن وسيط مالي أول في بنك الكويت الوطني بسرعة الله بالخير سعادين صراحة نشوفت هنا مرة ثانية معنا في تلفزيون الكويت لكن أنا قعدت تابعت اليومين اللي فاتوا كنت تقرأ الاشتغريدة اللي بسنا فلوس بالنسبة لسوق الكويت الأوراق المالية طبعا هذه دعابة بسنا فلوس لكن الحمد لله نشوف حاليا انتعاشة في سوق الكويت الأوراق المالية في دخول على الأسهم ومو بس الأسهم الصغيرة حتى الأسهم الكبيرة طبعا هذا لاحظنا من خلال المقارنة بين المؤشر السعي والمؤشر الوزني لغاية أمس كان المؤشر السعري خلال شهر يناير فقط مرتفع تقريبا 16% المؤشر الوزني كذلك مرتفع بحدود 10% وايد ناس قاعد قارن الارتفاعات في هذه الأسهار والسيولة بما حدث في عام 2013 وبالأخص شهر خمسة يمكن لما انصار نشاط كبير بالسوق والتداولات كانت تتجاوز 100 مليون دينار باليوم صح بس يمكن الاختلاف ما بين ما يحدث حاليا وما كان يحدث في عام 2013 وبالتحديد شهر خمسة انه في شهر خمسة 2013 كان الدخول على الأسهم الصغيرة كان هناك ارتفاعات أيضا في المؤشر الوزني ولكن مقارنة بالمؤشر السعري كانت ارتفاعات طفيفة كان المؤشر الوزني تقريبا شهر خمسة ارتفاع فقط بحدود 4% بينما كان هناك ارتفاع كبير في المؤشر السعري وهذا يدل على أن أكثر الأسهم التي كانت ارتفاعا هي الأسهم الصغيرة بينما ما يحدث حاليا هو ارتفاع في شريحة كبيرة من الأسهم سواء الصغيرة وكذلك الأسهم القيادية جميل الأسباب أستاذ حصة يعني كثير من الناس على لو أبرروا هذا الارتفاع لدينا دخول المحافظ لكن لا بد أن هناك شيء ما نعلم أنتم أقرب منه للتداولات ممكن هناك دخول ولكن إن كان موجود فواضح أن دخول مدروس إن شاء الله يكون يستمر على مدى طويل ممكن ما يستمر لسنة 2017 هل هذا الدخول المؤسسي يعني من جهات كبيرة معينة أم أفراد يعني متداولين مضاربين كبار على سبيل المثال لا نستطيع أن نأكد هذا الموضوع بالضبط إذا كان دخول مؤسسي أو محافظة أو أفراد ممكن أصحاب المالية العالية لكن مثل ما قلت وإن كان هناك دخول إن كان موجود فواضح أن إن شاء الله يكون دخول مدروس مدروس نحن نرى تقريبا من سنة السنة التي فاتت من يناير 2016 إلى تقريبا إلى وقتنا الحالي السوق لا تراجح حتى خسائرة على مدى السنوات لا تجاوزت حتى لا وصلت الخمسة نحن لم نعاني منه في 2016 ليس نزول أو صعود الأسعار بالنسبة للأسهم لم نعاني منه هو شح السيولة شح السيولة نعم ولكن الحمد لله نرى أن هناك نشاط في هذه الأسعار هذه السيولة على أي القطاعات متوجهة المستثمرين أين متوجهين مثل ما قلت لك اللي قاعد يصير حاليا في شهر واحد إلى يومنا هذا هو دخول على عدة طاعات في عندنا البنوك ممكن يكون بهذه الفترة خصوصا في دخول عليها رغبة في الحصول على الأرباح غالبا البنوك هي الأسهم التي تكون مضمونا أنها توزع أرباح ومنح كذلك في دخول على شركات من الاتصالات ودخول أيضا على الأسهم الصغيرة ممكن لاحظنا اليوم ارتفاعات في قطاعات البنوك والخدمات المالية كان هناك بعض الانخفاض في قطاع العقار قطاع العقار العقار هل في التقرير ذكروا في بعض المتحدثين ذكروا أن سبب نوعا ما ضعف العقار في الوقت الحالي أدى إلى ارتفاع البورصة هل توافق هذا الرائع؟ ممكن طبعا الركود في القطاع العقاري ممكن المستثمرين يتوجهون إلى الاستثمار في الأوراق المالية كذلك ممكن البعض يربط بين الارتفاع وبين الاستقرار في الوضع الأزمة النفطية يمكن الذي واجهناها في السنوات السابقة كذلك ممكن أن الأخبار عن دخول السوق الكويت لأوراق المالية أو التوجه إلى الدخول من ضمن الأسواق الناشية التي طبعا لا يوجد شيء أكيد ولكن هذا التوجه ممكن أن يدفع بالمستثمرين أن تكون هناك رغبة في الاستثمار في السوق الكويت الآن أريد أن ندخل في موضوعنا الأساسي وهو الاستثمار من ناحية الإلكترونية تداول عن طريق الشركات في التداول الإلكتروني المميزات هذا التداول الإلكتروني طبعا التداول الإلكتروني ليس حديث في دولة الكويت لا تاريخ لا ندخل بالتاريخ سنتكلم عنه اليوم ما هي الخدمات التي نقدمها لعملاء التداول الإلكتروني أولا بالتداول الإلكتروني العميل ليس يداول في السوق الكويت لأوراق المالية لأن التداول الإلكتروني يفتح لا. باب واسع للدخول لجميع الأسواق الخليجية البورصات العالمية كذلك. ونقدم أيضا هذه الخدمة. فهو مو بس حكر التداول على سوق الكويت الأوراق المالية. يمكن بالسنين اللي طافت. كان هناك مثل ما قلنا نشح في سيوات سوق الكويت الأوراق المالية. لكن هناك نشاط في السوق السعودي. أسواق الإمارات. فهذا التنوع أيضا مطلوب. غير شيء في الشغل يمكن نحين وايدة تهم العمير خصوصا في هذه الأيام. استلام الأرباح والمنح. قريبا إن شاء الله على بداية شهر ثلاثة. وما يتبعه سيكون هناك توزيعات الأرباح والمنح للشركات التي ستوزع. العادة مع تداول التقليدي العمير يضطر أن يستلم هذه الأرباح والمنح من المقاصة أو سوق الكويت الأوراق المالية. لكن مع التداول الإلكتروني نقوم له في هذه العملية. ليس فقط استلام الأرباح والمنح. أيضا في الاكتتابات. ممكن نحن كتاب الوطني الذي حدث في عام 2016. ويتمسنا هذا الشيء من العملة كان يتصان علينا حتى وليس عملائنا. لو ممكن أن تسولنا الاكتتاب. فكنا للأسف الخدمة هذه مقتصرة حق العملاء. عملائنا كان مجرد باتصال هاتفي. طبعا لازم مكالمات تكون سجلت كنعمة الحماية. نسجلهم من يشاركون في الاكتتاب. سواء بشركة الوطني الذي حدث في عام 2016 أو أي اكتتاب ثاني ممكن تطرحها أي شركة. ويكون العميل يملك هذه الأسهم معانا. نستطيع إحنا نسوي لهذه الإجراءات بدون التوجه إلى المقاصر. هذه فقط تكون على العملاء فقط. تداول الإلكتروني. طيب كثير من الناس حتى يستثمرون في هذه الخدمة التي تقدمونها. التداول الإلكتروني. هل في مثل دورة تدريبية ممكن أن يستفيدون منها؟ في ناس ممكن علمهم في هذا الأشياء قليل يكون. تقصد دورة تدريبية في استخدام مواقع الإلكترونية. نقدم هذه الخدمة حق عملائنا كل يوم أربعة من الوحدة إلى الثنتين. وليس فقط عملائنا. أي عميل يرغب بالتعلم باستخدام برامج التداول بالوطني ممكن يتوجه إلى برج الراية طابق سبعة وثلاثين. كل يوم أربعة من الوحدة إلى الثنتين. نفتح المجال للعمل أنهم يحضرون ونعلمهم عن طريقة التداول في البرامج الإلكترونية. جميل جميل. طيب وبالنسبة للأسواق أنت ذكرتي في 2016 كان في شحب السيولة في سوق الكويت لأوراق الماني. وبدت بعض العملاء التي عندكم تتجهون إلى الأسواق الخليجية. صحيح. بالنسبة للأسواق الخليجية أي الأكثر تشوفون فيها عليها الضغط أكثر؟ السوق السعودي أسواق الإمارات وقطر هي الأكثر توجه العملاء لها. طبعا همن في تداولات بسيطة في السوق البحريني والسوق الإعماني وكذلك السوق المصري. يمكن أيضا لاحظنا مع الأزمة النفطية صار في توجه للأسواق العالمية. كان في شراء على الأسهم التي تكون تعادل النفط. الحمد لله فيه كثير حقيقة والأرباح فيها. حقيقة والأرباح فيها. طيب بالنسبة ل كيفية التداول الإلكتروني. أريد أن أعطي شرح مبسط للسادة المشاهدين عن طريق الآيباد الذي موجود بإمكاننا استخدام على الآيباد أو التلفون. لا نستخدم الآيباد. لكن أحب أن نوه على شغل الأسعار التي سترونها حاليا العملية هي ليست أسعار اليوم. عدعسا مخسران. الواحد خسران. لا لا. مخسران. هذه أسعار كانت يوم الخميس أو يوم الأربعة. لكن طبعا نضطرنا أن نفعل هذا الشيء لأن نتعرف البرنامج بالليل والأسواق تكونوا مساكرة حاليا. فبإمكان العمل يستخدم على الآيباد والتلفون صح؟ التلفون ممكن يدخل على موقع التداول الإلكتروني كذلك في تطبيقات خاصة حق الهواتف الذكية سواء الآيو أس أو الأندرويد. إذن نشوف لو تشرح لنا بشيء مجز عن التداول. طبعا هذه هي أول صفحة لما العمل يدخل عليها. مثل ما تشايفين سيكون في دخول التداول الإلكتروني للأسواق الأقليمية. اسم مستخدم وكلما تسر سيستلمها العميل مجرد ما يفتح حساب تداول معنا. فيقوم بإدخال اسم المستخدم وكلما تسر في صفحتها الخاصة للتداول. ويقدر يدخل على برنامج التداول. هذا موجود أمامكم على الشاشة. نعم. طبعا نحن حوله بالعربي. نعم. وفي عربي وإنجليزي. طبعا هذه الصفحة بالعربي. نعم. طبعا يقدر العميل يشاهد فيها محفظته كذلك يتابع الأوامر التي يحاطها في السوق والأسهم التي يملكها. نعم. بهذه الصفحة لا تبين السوك كلها. ممكن العميل يضيف السهم الذي يحب أن يتابعه. تمام. ويدخل عنده بالمحفظة ويقدر يتداول عليه ويتابع التغييرات التي صارت عليه. جميل. هذه تكون أسهم منتقاء من قبل العمل. هو يختارها. بالضبط. نعم. لا يشوف السوك كلها في هذه الصفحة. فعندنا برامج ثانية ممكن يشوف فيها السوك كلها. رح نتكلم عنها إن شاء الله. جميل. في أكثر من طريقة لإدخال الأمر إما يختارها من القائمة نفسها أو مثلا كلمة تداول مثل ما تشايفين فيه شاشة الخضرة ممكن يدخل فيها أوامر التداول. رح ندخل أمر. أستاذة هل ممكن نوسع شوي الصورة؟ نعم حتى تكون هذا وراح يأخذها معا. نعم. ممتاز. تمام. طبعا هذه الشاشة الخضرة هي اللي يقدر العمل يدخل فيها الأوامر. جميل. يختار رمز الشركة وممكن يحط الرقم وممكن يحط اسم الشركة. نعم. يختار نوع الأمر محدد أو أمر سوك. طبعا هو يختلف إن كان سوك فهو يبيع أو يشتري على طول بالسعر الموجود أو إنه يحدد سعر محدد للأمر. تمام. بعد ما يحدد السعر رح يختار الكمية اللي بيها وكذلك يختار السعر. صلاحية الأمر في أكثر من نوع للصلاحية في لمدة يوم في سارحة الإلغاء وفي سارحة تاريخ محدد. يمكن بالسابق ما كانت هذه الخيارات موجودة في السوق الكويت لأوراق المالية لكن بالسنتين اللي طافت كل العملاء عرفوا أن هذه الخيارات موجودة إنه ممكن يحطون أوامرهم ويظل الأمر موجود في السوق لغاية تاريخ اللي يحددونه. صحيح. رح نختار يوم أن يأكد الأمر. جميل. تم تأكيد الأمر تم إرسال الأمر رح نلاحظ أن الأمر داش السوق. بس رح نرجع مرة ثانية. نعم. 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 طيب. كهو الأمر موجود. هذا الأمر موجود حاليا. نعم. طيب. ساعات شفنا هناك فيه طفرة في التحليل الفني والكل يد اللي بدلوه فيما يخص موضوع التحليل الفني. هل بالإمكان يعني خدمة تقدم أن يكون فيه تحليل الفني على السهم أن يشوف أو يشوف أداء ما خلص ستشر ستشر سنة سنتين طبعا فيه التحليل الفنية موجودة في الموقع الإلكتروني ممكن يدخل عليها. فيه عندنا أقسام مختصة في هذا الأمور ترسل لنا التحليل الفنية ونحن نقوم بإدخالها للموقع فيقدر العمل يدخل ويتابعها. تابعها جميل. نعم نكمل بخصص الموقع طبعا بعد ما يدخل الأمر يمكن يعدل عليه يعدل على السعر أو يعدل على الكمية ويرسل الأمر وممكن كذلك يلغي الأمر كل هذا في الموقع الإلكتروني وهو قاعد بيته أو قاعد في مكتبه وممكن يقوم في هذه الأمور نعم غير الشذي طبعا عندنا هو مشاهدة كشف الحساب ملخص الحساب وكذلك المحفظة ما هي الأسهم التي يملكها وكثير عنده كاش ومقيمة الأسهم في الصفحة الرئيسية وكذلك أخبار السوق أخبار السوق مثل ما واضح بالشاشة أنه يمكن أن يرى أكثر الأسهم ارتفاعا أكثر الأسهم نشاطا أكثر الأسهم انخفاضا وإلى آخره هناك برامج أكثر للتداول وهي برنامج نت وبرنامج البرو لا سنتحدث عن برنامج البرو لا يريد شرح مفصل الذي يحب أن يتعلم عليه ممكن أن يتوجه إلى برج الرايا طابق 37 كل يوم أربعة من الساعة واحدة للساعة ثانتين بالنسبة برنامج النت هذا هو برنامج النت مثل ما هو واضح أنه سيبين السوق كله ممكن فيه خيار أنه يبين السوق كله للعميل وممكن يغير بين الأسواق التي يداول فيها حين عندنا توقع فتحت السوق الإماراتي الإماراتي سوق دبي بالتحديد ويغير بالأسواق نرجع للسوق الكويتي وكذلك ممكن هو يسوي لقائمة لمتابعة الأسهم ويختار السهم وتطلع للعروض والطلبات على هذا السهم سواء على حسب السعر أو على حسب الكمية وهنا مثل ما هو واضح إنشاء قوائم لمتابعة الأسهم وإضافة الأسهم فيها مثل ما فعلنا في أول صفحة وإدخال الأوامر على هذه الأسهم نفس الخطوات السابقة وبعد ذلك طبعا مشاهدة الأمر الذي تم إدخاله في قائمة الأوامر وممكن طبعا بعدها التعديل على الأمر أو إلغاء الأمر مشاهدة المحفظة مشاهدة ملخص الحساب المحفظة إذا كان يريد سوق محدد إذا يتداول بأكثر من سوق نعم عندنا أيضا هنا خيار جميل جدا هو المقارنة بين الأسواق العملي التي تداول فيها مثلا أنا شفت اليوم السوق الكويت يصاعد أدخل أدخل على خيار ملخص الأسواق وأشوف الأسواق الخليجية كلها مرتفعة فإذا سحب مع باجي الأسواق أو يمشون في مجرى واحد ممكن أشوف هذه المعلومات في ملخص الأسواق وكذلك هذا البرنامج يعرض جميع الصفقات وأوقاتها ممتاز جميل طيب أنت عارفة أن في كثير من الأحيان هناك تعطيل في الإنترنت تصير اختراقات الفيروس أو الهاكرز حسب ما يطلقون عليهم هل هذا يأثر على النظام الذي عندكم موضوع الهاكرز نحن نتبع أعلى معايير الحماية كل عارف الحماية في مواقع بنك الكويت الوطني والله الحمد الحمد ما صار معنا أي حادث أنه تم اختراق أي حساب مثل ما ذكرت سابقا كل عميل عنده اسم مستخدم وكلمة سر يفترض طبعا كلمة السر لا تطلع من عنده اسم المستخدم أيضا لا يطلع من عنده إلا إذا كان يريد أن يدول مع وسيط مالي من وسطاء الماليين الموجودين في غرفة التداول يزود فقط في اسم المستخدم بدون كلمة السر فهذا لحفظ البيانات كذلك عندما العميل يستلم اسم مستخدم وكلمة السر أول شيء يطلب منه الموقع وتغيير كلمة السر إذا كان في أي شيء يمكن أن يكون في أحد شاف كلمة السر التي تم تسليمها ولا أنه شيء مستحيل بالنسبة لأعطاء الإنترنت تصير نحن لا نبالغ ونقول لا لا لدينا أعطاء الإنترنت نعم تصير ولكن الشيء الذي نقدم أنه خدمة إلكترونية مدعمة بخدمة هاتفية وليس فقط نعطي العميل هذا الموقع رقمها لوطني وهو حافظة وفي غرفة تداول في وسط أمالين موجودين يزاودون العميل في معلومات نعم ليس فقط وسط أمالين حتى وواجه مشكلة في جهاز دعم فني ممكن يتصل عليهم موجودين أيضا يجاوبون العميل ويمكن يساعدون في حل هذه المشكلة التقنية التي يواجهها وايد زين هناك استطلاع قمنا عن التداول الإلكتروني من نسبة للسادة المتداولين حابين نشوف رأيهم ونعلق عليهم لكن بعد ما نشوف هذا الاستطلاع التداول القرون أول شيء أنا مشارك فيه وفيه فائدة عظيمة يعني إذا أنت كنت مجغول مفاعدتي السوق التابع عن طريق التلفون عن طريق الكامبيوتر وصراحة يعني فائدة كبيرة والله التداول الإلكتروني شيء ممتاز أفضل من الصلاة أو الجيعة ونت بيت أو ونت بالعمل تقدر دقيق لأبد الحدود بالنسبة للتداول الإلكتروني بالنسبة حق المستثمر يعني ما يرتاح حق التداول الإلكتروني ليش يبي الحرية في الانتقال والحرية في التداول نتعامل بالإلكتروني لكن نثق بالسوق لأن السوق يعطيك مجال أكثر تشوفه تابع الأسهم والحركة أما الإلكتروني تنتقل من مكان إلى مكان قد يكون فيه بطع شوية وكذلك تجربة كويسة فالظل هو هذا الإلكتروني هو نظام كويس بس إذا الإنسان قلط أي قلطة يتحملها أي قلطة يعني في المثل بيبيع شرع ما عنده هنا يصير له يعني مواقف فيها يعني مواقف حق هذا إذا هو منتبه ومركز وهذا الإلكتروني أحسن لأحسن معه يقعد في المكان وهو على رواء ويشتري ويبيع أنا سعيد صراحة أني أشوف كبار هم اللي تكلموا عن تداول الإلكتروني أنا توقعت أني أشوف يعني شباب يعني ما شاء الله هذا شي طيب لا بالعكس عندنا كبير من العملاء يعني من جميع الأعمار من 21 سنة وفوق وفوق ما شاء الله يزيد يبارك إن شاء الله لكن في بعضهم ذكروا أن في نوع من الخوف بالنسبة لهم في تداول الإلكتروني أن يكون في تأخير في المعلومة أو أن يكون هناك انقطاع للإنترنت خطأ في رقم معين خطأ في إدخال للأمر كيف نقنعهم أن هو أأمن شيء أأمن حتى من التداول الشفهي الذي يمكن أن الإنسان يتعامل معه مع الوسيط نعم طبعا أنا أدري أن الكثير من العملاء خاصة الكبار في السن يحبون يذهبون مبنى البورصة يعني عندهم تعلق في هذا المكان يقعدون كأن ديوانية صباحية لكن أيضا في عملاء يذهبون هناك ويداولون الإلكتروني معاننا بنفس الوقت في عملاء يخافون من إدخال الأرقام غلط لذلك نحن موجودين في غرفة التداول نحن ندخل لهم الأمر عنهم بالنسبة للتأخير الحمد لله لا يوجد تأخير خصوصا في برنامج البرويم لا شرحت عنه يجب لتفصيل فهو شابك مع السوق والعملاء يعرفون والتغيير لحظي مع السوق بدون أي تأخير وغير مثل ما قلنا الأمان بخصوص أن المكالمات كلها مسجلة فأي مرة يحس العميل أن ممكن يكون الأمر دخل بالغلط ممكن نرجع على طول للمكالمة التي تمت بين الوسيط المالي والعميل لمعرفة تفاصيل هذا الأمر طيب وإذا كانت هناك أريد أن نتكلم عن التداول الإلكتروني لكن نقاط الضعف في هذا الابليكيشن الابليكيشن التداول الإلكتروني عفوا لا يوجد نقاط ضعف متركزة فقط للتداول الإلكتروني المخاطر التي تكون بالتداول الإلكتروني ممكن في جميع أنواع التداول سواء التقليدي أو الإلكتروني لا يوجد مشاكل كبيرة تذكر في التداول الإلكتروني أكثر شيء يكون في تخوف منه هو القطاع الاتصال وإحنا مثل ما قلت لك موجودين في غرفة التداول وإن حتى كان سيستم عندنا من قطع ممكن يكون في تداول مباشرة مع الوسطاء الموجودين عندنا في سوق الكويت الأوراق المارية عالميا على أسواق التجهون الكويتين عالميا السوق الأمريكي نعم لأن السوق الأمريكي بالنسبة حق الوطن نقدم جميع المنتجات التي تتم تداولها في السوق الأمريكي من أسهم من خيارات من أسهم تعادل مثلا النوف أو تعادل الذهب فهي إقبال كبير أيضا على السوق الأمريكي أي القطاعات في قطاع معين لا 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 نعم كلها قطاعات وصلا الأسواق الأمريكية أخ عمار نعم هناك ميزة حلوة أن الأسهم التي فيها كنا نعرفها وكنا نعرف ما تنتج وكما نشغلها ممكن تداول بأبل ممكن تداول صحيح البيانات واضحة كثيرة تطلع في وقت بالضبط فأنت تتابع المنتج نفس الذي تستهلك فتعرف ما الحركة التي تحدث على هذا المنتج وبالتالي تنعكس على أسعار الأسهم وجهة نظرت عن السوق الأمريكي حاليا يمكن أن أنا مختصة في السوق الأمريكي لكن أيضا ما شاء الله قد أرى هناك حركة على السوق في إقبال كبير خصوصا من السنة التي طافت صار في إقبال كبير وارتفاعات في السوق الأمريكي وارتفاعات في الترنت بالنسبة حق السوق الكويتي أيضا هناك تطلع إيجابي للسوق الكويتي لهذه السنة مثل ما ذكرنا في بداية اللقاء في وقت معين حتى تجاه السوق الكويتي على هذا الأداء إلى فترة زمنية معينة لا نستطيع نضمن السنة كلها لكن سنقول الربع الأول أو ممكن لنص الأول إن شاء الله تكون هناك توجهات إيجابية إن شاء الله هل هل لديكم نوع من الأفكار عنها الأرباح ننتظر الشركات التي تعلن عنها ليس كوسطاء ماليين لكن كلمحة فنية من أخبار مصادر معلومات مثلا البنك الوطني وأرباح كثير من العملة يتطلعون لها ويستثمرون في هذا السهم لأرباح وتوزيعات الناس الآن على السوق تعرف كثير من الأمور الأرباح وغيرها هل هذه الخدمة مقتصرة فقط في الكويت أم حتى خارج الكويت ممكن أن يداول عن طريقكم طبعا يجب أن يكون عند حساب بنكي في الكويت ويكون مقيم في الكويت لأساس أن يكون عند حساب بنكي لكن بالنسبة إدخال الأوامر يمكن يكون في أي مكان بالعالم لإدخال الأوامر يمكن عندنا بعض الأسواق مثل السوق السعودي هو يكون مقتصر لمواطنين دول مجلس التعاون الخليجي بعض الأسهم مثلا في الأسواق الخليجية مثل البيت تكون لها نسبة محددة للتداول للعملاء الأجانب يعني بس بشكل عام ممكن العميل إذا كان في الكويت إذا كان يحمل أي جنسية ممكن أن يتداول شي جميل طيب نصيحتك قبل الله نختم اللقاء لأنه عندنا تقريبا دقيقة ومن بعدها راح نختم ممتاز طبعا نصيحتي أنا أنصح في التوجه إلى التداول الإلكتروني ما في أي عوائق جدام الأفراد حاليا أنهم يتجهون إلى التداول الإلكتروني هو متوفر متاح للجميع ممكن يدخلون عليه في جميع الأسواق والشيء المرتبط في التداول الإلكتروني أول نقطة ذكرتها بالنسبة للمميزات هو التنويع دائما نعرف لا تضع كل بيض في سلة واحدة فالتداول الإلكتروني يتيح للعملاء هذا التنويع بأنهم يدخلون على جميع الأسواق التي يرغبون في التداول فيها بشاشة واحدة بالنسبة حق الارتفاعات التي تصير الآن بالسوق أنا أنصح في أن يأخذون وقتهم في التفكير في الدخول على الأسهم لا يتم الدخول العشوائي ممكن لا سمح الله تكون هناك إشاعات هذه الأيام خصوصا دائما مع النشاط في إخاذ القرارات ودراسة أي استثمار شكرا لك أستاذة حسن وسيط مالي أول في بنك الكويت الوطني بهذا نكون قد وصلنا إلى ختام حلقتنا إن شاء الله شكرا خلال الأسبوع القادم حفظ الله ورعايته في أمان الله اشتركوا في القناة